وتحتفل مصر بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح أسيسي في 6 من أغسطس 2015 ليصبح هذا العمل من أهم الإنجازات الاقتصادية المصرية منذ سنوات طويلة وساهم هذا المشروع في زيادة القدرة الاستعابية للقناة واختصار زمن عبور الصفن للنصف وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي يبقى تاريخ السادس من أغسطس عام 2015 يوما فريدا في التاريخ المعاصر عندما احتفل المصريون والعالم أجمع بافتتاح قناة السويس الجديدة بمشاركة دولية وديبلوماسية رفعة المستوى رغم أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بدء تنفيذ المشروع تم في الخامس من أغسطس عام 2014 لم يستغرق إنشاء القناة الجديدة سوى عام واحد فقط من خلال الدعم الشعبي الذي كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذي تكلف ستين مليار جنيه تم جمعها في أقل من أسبوعين القناة الجديدة جاءت بطول خمسة وثلاثين كيلو مترا وبموازاة قناة السويس الأصلية بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفرعات البحيرات الكبرى بطول إجمالي يقدر بسبعة وثلاثين كيلو مترا القناة الجديدة ساهمت في زيادة القدرة الاستعابية للقناة ورفع تصنيفها وتعظيم القدرات التنافسية من خلال إضافة شريان جديد وتفادي أي تحديات ملاحية طارئة واختصار زمن عبور السفن للنصف كل ذلك انعكس على أرقام الملاحة غير المسبوقة التي حققتها القناة وكان لها أثر كبير على الاقتصاد المصري بتحقيق أعلى عائدات سنوية في تاريخها المؤسسات الدولية كان لها تقييمات إيجابية للغاية في هذا الشأن حيث توقعت الإيكونومست أن يظل ميزان الخدمات في مصر محققا لفائض مدعوم بصورة رئيسية بتوسعة القناة وزيادة إرادتها مجموعة أكسفورد هي الأخرى أكدت أن قناة السويس تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداما بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن الدولية مؤسسة فيتش كذلك رأت أن قناة السويس ستحفز نمو الاستثمار في مصر مشيرة إلى أن إرادتها المرتفعة ستحقق تعافيا كبيرا بالميزان التجاري للخدمات من جهتها لفت توكالة بلومبرغ لأنه بدون قناة السويس سيتعين على المركبات العابرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا الصفر ستة آلاف ميل إضافية وزيادة ما يقرب من ثلاثمائة ألف دولار كتكلفة إضافية للوقود فقط هذا وتكتسب قناة السويس مكانة دولية خاصة باعتبارها شريانا وممرا ملاحيا رئيسيا لحركة التجارة العالمية نظرا لموقعها الجغرافي المتميز وما توفره من تسهيلات وخدمات ملاحية للسفن والنقلات العابرة